نروح لمطش الجنة. نروح. مواقف الصعبة استكمالا لسلسلة المواقف الصعبة. انت لو حسبتها تلاقي كلها مواقف صعبة. ايه. والله يا فعلا لو حسبتها تلاقي كلها مواقف صعبة. اه ما بين يلا ربع نهاية كاس بعد كده اهلي بعد كده قبل نهاية كاس اسماعيلي. زمالك اسماعيلي برضو. ديربي. ديربي. بعد كده اهليش يتصاب ربع نهاية كاس تنزل ربع نهاية كاس. كلها ماتشات كؤوس. بعد كده كونفدراليه يلا الجونة لازم تكسب عشان تاخد الدوري. تعالة بقى للماتش ده. فكلها ماتشات صعبة. وعمر بقى هتلعب ماتش الجونة. ماتش مهم والدوري والجونة في الجونة وشحن جماعيري مش طبيعي. ام. ولعبت الماتش بتاع الجونة. الحصل بعدها بقى هجوم غير طبيعي عليك. المشكلة ان ان الناس ما بتشوفش غير الغلط. يعني انت معظم هتلاقي الجماعير في مصر انت كويس لحد ما تغلط. وقت ما تغلط بقى خلاص هتقلب عليك الدنيا. انت في مصر انت كويس لحد ما تغلط. هتغلط بقى خلاص وعفكرة مش في الزمالك بس في كل احد. بس ده كان ده يقف للعبة كلها مش لعمر بس? انت لو شفت الماتش تاني او كانش ده يقف بالنسبالي خالص. ايه كغلطة الجون بس. غير كده كنت عمضش كويس جدا. يعني انت لو شفت الماتش تاني انا كنت كويس لحد ما غلطت غلطة الجون. بس. بس انا من الكواليس كده او من معلوماتي عارف ان انت قبل ماتش الجونة كنت عارف ان انت هتمشي من نادي السمالك. اه كان القرار متاخد اصلا. وانت كنت عارف واعتقد ما كانش في حد في النادي كتير عارف ان اللعبة اللي هتمشي. يعني انا كنت عارف كنت انا عارف ان انا همشي. عمضة السادة كان عارف ان هو يمشي. عبد المنصف كان عارف ان هو يمشي. كابتن ايمن كان شكك في ان هو يمشي او لا. كابتن ايمن حافز نفسه. كابتن ايمن طاهر. طاهر بدار بالحرص. بدار بالحرص. فانت متخيل انت هتلعب ماتش. وبعدين انت برضو ما انت هتمشي وهيجي مكانك حد. يعني. ده خد من تفكيرك في الماتش. اخد من تفكير قبل المطش كتير قبل المطش كتير قوي يعني كنت وقتها كنت انا بلعب في المنتخب الوليمبيا اساسي وانت هتمشي عشان نجيب صبحي اللي معاك في المنتخب بس مش مش اساسي طب ايه الفكرة مانا برضو كنت يعني تنسى اولاد كتير ايه الفكرة حطيني تحت ضغطا مين قال لك قبل المطش ان انت مش تبقى موجود كان عماد مسألتوش انت عارفت منين اه محنا كده في مصادر في النادي في ناس معروفة بس في مصادر كان مصدر موسوك منه جدا في الوقت ده في مصادر كتير في ناس بارك هتلاقي موسوك منه ليه في الوقت ده وان انت بتنفس عالدوري تاخد قرارات بالشكل ده في التوقيت ده مش عارف ممكن تكون عشوية في القرارات او عشوية في اتخاذات القرار شوقته بعد ان ماتش خلص الدوري شوفها تحصل ايه بقى كامل ماشي وقعد او انت عايزه. خد من تفكيرك فبالتالي. بس اعتقد يعني ما حاجة اول مرة اقولها الصراحة ما يعني دي كانت اول مرة اقولها انما شاني من الزمالك كان حب وقر. حب وقر. حب وقر. بعد اربع سنين بتقول اللي حصل كله. اه اول ازاي. يعني اه حد قال لي. مين? الموضوع بعد. بقى مش هينفع قول مين? امو اه لا حد قال لي ان في حد من النادي الزمالك كان قاعد في اعلى. وقال ان انا مش بحبه. مش بحبه عمر ده. حد فني ولا اداري? اه اداري. اللي كان بيتكلم عليك في الاعدة. اداري اداري. ومش اقول اكتر من كده. تقين على كرسي اللي اعترافها طول كل حاجة. انا بقول لك او مرة قولي الكلام ده. يعني حد قال لي ان كان في قاعدة كان في ناس قاعدة وبتاع. وجات سرتي فلحد الاداري قال انا مش بحبه كده كده انا همشي اول السنة. يعني القرار كان مسبق. ده كان قابل ما انت تعرف فات دي? كان قابل ما عارف بشوية حلوين. يعني بشهر مسلا. وانتو بتنفسوا عالدوري ومشيين كويس. من قبل ما اصلا تحصل بقى قبل ما يحصل ما جلنيش يتصاب وقبل ما عمد. من قبل اي حاجة. قرار كان متاخد? اه انا بحبوش كده كده اللي ود عم المشاكل. ما عافش المشاكل اللي كنت عملها بس انا كيف همش. ليه في الفترة دي ميتاخد عندك ان انت عمل مشاكل اعمل مشاكل. مشاكل ايه? والله ما يعرف. يعني حتى معرفش rush من مشاكل انا عملتها. مفيش مرة تخصم مني فلوس. مفيش مرة توقفت عن التمريم. مفيش مرة اه اي حاجة حاجة مفيش موقفت مفيش. المعال طبيعي اما انا بعمل مشاكل هتوقف بعمل مشاكل تخصم مني فلوس. بعمل مشاكل مشخش была شاط. انما انا مفيش مرة حصل معا كده. وبالعكس الناس كنت تكلم معك وعيز. وبتاعي انا حتى استغرطت لما اتقال لي كده تقولهم ازاي ده الشخص ده يحبني وانا علاقتي بي كويس. لك لأ انا هو اتقال كده بالحرف. فبعدها اتأكدت من الكلام لان انا ما عرفت من عماد لما قال لك انا وانت مش هنكمل عرفت بقى تأكدت من كامل الشخص اللي قال لك ان المسؤول ده قال عنك كده. الفكرة بقى كمان لأ مش غير كده اللي هو انا يعني لما حسبتها وانت اشوف مبرر لمشياني. مش عارف. مش عارف يعني ايه المبرر? غلط? الجوان العالم كلها بتغلط. يعني اه اوليفر كان. غلط في نهاية كاس عالم. المانيا والبرازيل. غلط وخسرت المانيا. البعض ده يعني بعض الجماهير? ما اتدبحش. انا اتدبحت. انا بعد غلطة الجوانات دي ده بحوني. ما حتى موتش اللي بعدها ما لقبتش. فالموضوع كان بالنسبة لي. شلت الليلة. شلت الليلة مش ليلتي خالص مش بتاعتي.